إلى ذلك قال المحلل السياسي عبد العزيز العسالي إن ثورة فبراير نقلت الخوف من مربع الشعب إلى مربع السلطة مطالبا شباب ثورة بالاستمرار في العمل الثوري من أجل تحقيق أهداف ثورة فبراير ولفت العسالي إلى أن إخفاقات ثورة فبراير طبيعية في ظل وجود ثورة مضادة وفي ظل ضعف الشرعية من جانبه قال الدكتور إسماعيل الخلي نقيب الصيادلة في محافظة تعز إن أي ثورة لا تحقق كامل أهدافها لافتا أن مطالب الثوار كانت واضحة وتتمثل في دولة مدنية ديمقراطية وتعددية يتساوى فيها الجميع ويتحقق فيها حلم كل ثوري منذ قيام ثورتي 26 سبتمبر وال14 من أكتوبر ثورة فبراير نقلت الخوف من مربع الشعب إلى مربع السلطة ونريد هذا الخوف أن يستمر ونريد لشباب الثورة ومنسقية الشباب ومجلس شباب الثورة أن يستمر في هذا الخط إخفاقات الثورة واردة وطبيعية في ظل وجود ثورة مضادة وفي ظل ضعف الشرعية هذا الإخفاقات تكونها طبيعي أي ثورة لا يمكن أن تحقق كامل الأهدف نحن كنا نريد دولة مدنية ديمقراطية تعددية يتساوى فيها الجميع يتحقق فيها حلم كل ثوري منذ قيام ثورة 26 سبتمبر إلى اليوم لكن شعة الأقدار رغم أن تم قطع مسافة طويلة وأهمها مؤتمر الحوار الوطني الذي خرج بتفاهمات ودستور ولكن جاءت التحالفة الخارجية وجاءت المؤامرة الخارجية لكي تدفن هذا المشروع وتوقف حركة التغيير التاريخية التي أحدثتها ثورة 11 من فبراير قال تربويون ومواطنون إن ثورة الشباب السلمية حققت الكثير من الأهداف أهمها أنها كسرت صنمية الاستبداد والخوف وألغت حكم الفرد وشجعت الشعب عامة وشباب خاصة على المطالبة بالحقوق والتغيير السلمي وأضافوا في تصريحات اليمن شباب أن ثورة فبراير كانت حضارية ومن الشعب وإلى الشعب ولولا الانقلاب الحوطي لحققت كافة أهدافها من أبرز الإيجابيات التي حظي بها ثورة الشباب أنها كانت ثورة أسست لإلغاء حكم الفرد وللتحرر من الفردية والعائلة وأيضا لم تتعرض لشخص بعينه إنما تعرضت لنظام كان قاهرا متسلطا متجبرا وبذلك لم تتعرض ثورة الشباب لشخص أو لأسرة محددة وإنما أرادت أن تؤسس منهجا تغييريا فاعلا ليكون ضوءا ونبراسا للأجيال المستقبل القادمة ثورة 11 فبراير هي كسرت حجز الخوف عند الشباب اليمنيين وعند الشعب كمان قاطب ولولا إن الإنغلابيين انغلبوا على الدستور على الثورة وعلى كل شيء قال الكاتب والصحفي أحمد عثمان إن ثورة 11 فبراير لم تكن ثورة نخبة أو حزب أو جماعة أو لول سياسي معين بل ثورة شعب وأضف في مقال نشره حول الثورة تزامنا مع ذكرى السنوية الحادي عشر لانطلاقها أن ثورة فبراير سلمية تحركت بعفوية اليمني وعزيمته وهي لم تقدس أحدا ولم تتحدث باسم أحد سوى باسم الشعب القائد وأكد الكاتب أحمد عثمان أن ثورة فبراير هي امتداد لسبتمبر وأكتوبر وملك لكل من يؤمن بالجمهورية والتبادل السلمي للسلطة عبر نظام ديمقراطي وشدد الكاتب على أن الواجب الوطني يقتضي أن يلتقط صف الجمهوري كله بدون ستناء الفرصة لصناعة النصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر